بالرئيسي للتكريم ده إن أنا كنت المصرية الوحيدة والحد الوقت الحمد لله المصرية الوحيدة اللي أخذت مركز أول عالم في معرض انتل الدولة لعلوم الهندسة ده بيشارك فيه 1700 مشروع من حوالي 78 دولة قدرت حقق مركز يعني الحمد لله يعني محدش حقق قبل كده في مجال علوم الأرض والبيئة عملت كذا يعني مشاركة في مؤتمرات ومسابقات والحمد لله برضو حققت مراكز بعدها بسنة وكالة ناسا أعلنت أنها أطلقت اسمي على مجموعة من الكوايكبات اسم عيلتي مصطفى 31-910 ده اسم الكوايكب اسم الكوايكب بالزبط كده وبعتوا لي الأوراق وطبعا المكتشف أو اللي شغال على الموضوع كانت جامعة MIT فطبعا برضو اتبعت لي recognition من جامعة MIT كتكريم منهم برضو ده بالنسبة للموضوع الكوايكب يعني بس كان بالنسبة لك أعتقد تحدي كبير يا سمين أنا أفاكر حتى لما كنا مع بعض أنا كنت منبير جدا بطالبة في مرحلة ثانوية ووصلت للمرحلة المتقدمة دي ما شاء الله دي ما كانتش نهاية ولكن كانت بداية هو تحدي وفي نفس الوقت مسئولية يعني برضو الناس بتفضل مستنية طب وبعد كده إيه الناس بقى خلاص أنت بقيت قدامهم نموذج ولازم تكون دايما يعني ماشي على الخطوات صحة ولازم تعرفهم حتى لو يقاست في لحظة أو مرت بموقف مش كويس لازم أقوم تاني لأن الناس خلاص خدوني نموذج وهيمشوا على اللي أنا بعمله فأنا شايفها كمان مسئولية كبيرة جدا يعني يعني دايما أقابل الناس يقول لي أيوة وبعد كده في إيه طب أنت مشاركة في إيه طب بعد فالناس متابعة ده تحفيز ليه تحفيز ولازم دايما فيه جديد لازم أشتغل دايما على نفسي يعني خلصنا المرحلة الثانوية ودخلنا للجامعة الحمد لله دخلنا بقى هندسة بترول هندسة بترول مش غريبة شوية على البنات برضو هندسة بترول ما هي حدك قلت أنا بقى أخدت بمصاري التحديات كده بس هو هو إحنا عندنا برضو ميس كونسيبشن ساب فيلم للرجال فقط إن هو الموضوع يعني صحرة وكله تعذيب لأ خالص مجال البترول فيه أبحاث كبيرة جدا وزي ما فيه فيلد فيه فيه مكتب وأنا بحب التحدي يعني ودخلت شفت إحنا بندرس إيه في مجال البترول وحبيت المواد اللي إحنا بناخدها يعني حاسيتها برضو لها علاقة كتير بالأبحاث اللي أنا شغالها عليها أنت بتدرسي بره ولا في مصر يا سمين بدرس في قبرص في جامعة اسمها ميدل إيس تيكنيكا اليونيبوريستي كويس ده إحنا لسه عاملين كده شغل جامد جدا مع قبرص وكان لسه فيه لجنة أولية ومشتركة بزبطه في مجال البترول كمان وعلاقات تعاون غير عدية إزاي تلمستي فكرة التعليم بره من ناحية إيه يعني أنت شفتي فكرة التعليم بره جودتها هل فيه اختلاف ما بين بره وهنا وإزاي لو فيه ميزة تفضلية بره ممكن تتنقل عندنا هو فيه نقطة إحنا المناهج في مصر مناهج جبارة يعني إحنا كمادة علمية في أي أن كان المجال المناهج كبيرة جدا وكويسة جدا بس للأسف إحنا كطلبة هنا ما بنبقاش عارفين إحنا بندرس ده علشان إيه المشكلة في الحتة التطبيقية يعني أنا مثلا أنا في جامعتي مضطرة في خلال فترة الدراسة أنزل تدريب مرتين كل مرة لمدة شهر فأنا بشوف أنا بريليت بقى اللي أنا بدرسه بالتدريب فيه ناس مثلا المهندسين اللي مقابليني في الشركة قالوا لي إحنا لحد ما تخرجنا إحنا مكناش عارفين أي حاجة يعني آه إحنا عارفين بناخد كذا وكذا ومدتهم العلمية كويسة جدا بس مش عارفين فهي بتبقى أنا شايفها طريق التدريس وفي نفس الوقت إنت إزاي تعرف الطالب إنت اللي بتدريسه ده هتستفيد منه في إيه